السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب المريخ من برج الجوزاء لبرج السرطان يوم الأربعة أربعة أيلول سبتمبر رح ينتقل كوكب المريخ من برج الجوزاء لبرج السرطان الساعة سبعة وخمسة أربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الأربعاء ورح يظل بحركة أمامية في برج السرطان حتى يوم الأثنين أربعة أحداش تمام الساعة أربعة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينتش كوكب المريخ هو المسؤول بتأثيراته على الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية وطبعا لما بيكون بشكل سعيد بعطينا الشجاعة الإقدام حب المنافسة الجراءة والاندفاع والطاقة للعمل والنحية الجنسية ولكن لما بيكون منتحس بعطينا الجدال وبعطينا القسوة والعنف وبعطينا التسرع طبعا زي ما كل مرة بنعرف أنه المريخ لما بده ينتقل من برج لبرج عادة خمس أيام قبل وخمس أيام بعد بتزيد أعمال العنف والحوادث يعني بشكل كبير وبشكل واضح وملموس في كثير من المناطق الحامية في هذا الكوكب إن كان حامي عصبيا قبائليا طائفيا عسكريا بكل الجهات لأنه هذا يعتبر الكوكب هو كوكب الدم والنار كان وما زال يسمى النحس الأصغر الكل الحضارات القديمة بتتشائم وكانت تتشائم من حركته لا شك إنه انتقاله دائما من برج لآخر بسبب كثير من الحوادث العنيفة والخصومات والحرائق والسيطرة التوتر النفسي الضغط النفسي على الناس عموما كوكب المريخ بما أنه هو كوكب الدم والنار والمواجهات العنيفة والحوادث وخاصة في المناطق الساخنة بالأحداث مثل ما ذكرنا الآن هو رح ينتقل لبرج مائي لبرج السرطان ويعتبر البيت الرابع في الخارطة الفلكية فإذن المتوقع وأغلب الأشياء العنيفة رح يكون بأشياء تتعلق بالماء والسوائل وأيضا بما أنه البيت الرابع فإلو علاقة بالعقارات والمشاكل العائلية بشكل كبير والمشاكل الداخلي أيضا في البلاد كأي بلد حامية يعني مشاكل داخلية بين الشعب وبين الحكومة يعني تعتبر هاي عائلة فمن المتوقع حصول حوادث إلها علاقها بسوائل بالمياه كغرق سفن أو عبارات أو سيلان نفط من بواخر أو ما شابه أو مشاكل نفطية أو أي شيء مع عصير أمطار عنيفة أيضا كما بتزداد موجهات الطلاق والزواج والرغبة الجنسية بيشعروا موليد برج السرطان بالنشاط والحيوية والطاقة والجراءة والرغبة الجنسية ولكن ممكن أنهم يندفعوا أحيانا في تصرفاتهم اتجاه الغير بيتأثر معهم موليد الأبراج المائية مثل العقرب والحوت والترابية لهم الثور والعذرة والجدي وكذلك أي شخص لما انولد كان عنده المريخ موجود في برج السرطان طبعا الأشخاص اللي بينولدوا أو انولدوا كان عندهم المريخ موجود في برج السرطان أو في طالعهم طالعهم السرطان بيكون فهدولا أشخاص بيميلوا لحماية بيتهم أهلهم عائلتهم سكنهم أكثر من الغير وبكونوا حتى صارمين وحادين بردات الفعل على أي شخص بيتعدى على خصوصيتهم طيب عشان نحدد إحنا إيجابيته وسلبيته زي ما متعودين بالأخبار الفلكية لازم ننظر للزوايا اللي رح يشكلها لأنه تشكيل الزوايا هو اللي بحدد قديش نسبة سعودة ونحوسة هذا الكوكب وحركته خلال هذا الشهر بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هاي زاوية رح تكون يوم 12 تسعة وعادة عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحبة بتشجعنا على القيام بالمبادرات بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري بتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء العمال طبعا هاي زاوية تأثيراتها هي ذروتها زي ما حكينا 12 تسعة تأثيرها بيبدأ قبل بثلاثة أيام وبينتهي بعد ثلاثة أيام أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وهي رح تكون يوم 39 تأثيرها رح يكون قبل خمس أيام وبعد بخمس أيام بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا وفي مشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية بين عطارد وبين المريخ هاي زاوية رح تكون يوم 16 طبعا تأثيرها قبل بثلاثة أيام وبتنتهي بعد بثلاثة أيام ذروتها بسوت شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد ممكن أنثور بشكل مبالغ فيه في وجه أي شخص بيحاول أنه ينتقدنا أو بيوجه لنا انتقاد أو يعطينا ملاحظات وخصوصا بما يتعلق بتصرفاتنا وبتكون ردات الفعل بكشف عيوبه وأخطاؤه تجعلنا عصبيين سريعين الانفعال والتهيج بتدفعنا للنزاعات والتعقيدات وخصومات في حياتنا الحميمية والمهنية كما أنها بتزيد من احتمال التعرض للجروح أو حروق في أنشطتنا اليومية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها أربع أيام قبل وأربع أيام بعد ذروتها يوم ثمانية عشرة بيسود جمع عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة وبتزيد من اندفاعنا ومن شهوانيتنا وحبنا للملذات والاستمتاع بالحياة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المريخ وهي زاوية خطيرة جدا تأثيراتها سبع أيام قبل وسبع أيام بعد وهذا الوطع يوم أربع طاش عشرة بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة في هذا العالم وبسود جو من التوتر والعدوانية بحيث أنه بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا في مواجهات احنا بغنى عنها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون يوم أربع وعشرين عشرة طبعا ذروتها قبل بخمس أيام وبعد بخمس أيام نكتسب الشجاع على اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة وأيضا بتعطينا السرعة باتخاذ القرارات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون يوم ثمانية وعشرين عشرة طبعا تأثيراتها أربع أيام قبل وأربع أيام بعد بيكون عندنا نوع من أنواع التركيز العالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا كما أنها بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية بتدفعنا للإثارة ولكنه ممكن إنها تساعدنا على الكفاح من أجل مثل أعلى وهي زاوية مناسبة للشعور بالطمانين النفسية والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تكليث إيجابية بين عطارد وبين المريخ هذه الزاوية راح تكون يوم اثنين احدى عشر بيسود شعور عام بالويام فبتساهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقة مع أحبانا وبتشجعنا على القيام بمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري وبتمنحنا المهارة اليدوية والدقة وسرعة في أداء الأعمال طبعا تأثير هاي زاوية قبل بثلاث أيام وبعد بثلاث أيام أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية وهي هاي الزاوية الأخيرة راح تكون يوم ثلاثة احدى عشر بين المريخ وبين بلوتو تعد دلالة عن مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتبطلو هذا الاتصال يعني عملية عنيفة جدا أو أجوم عنيفة جدا في البؤر السائنة الساخنة جدا وبتولد عنا نوع من أنواع الاندفاعات المخالفة للصواب بتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين كما أنها بتعرقل نجاح مبادراتنا وعلاقاتنا يعني هاي زاوية عنيفة جدا تاثيراتها بتبدأ قبل أسبوع وتنتهي بعد بأسبوع من تاريخ ثلاثة احدى عشر بدل كذلك على أن هاي الفترة ممكن تشهد اضطرابات للعمال اللي ممكن ترافقها عمل شغب أو أحداث عنف كما أنها بتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادة أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وبيزداد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبدل على حدوط انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغبات طيب بما أن انتبهنا هذا الزوايا إنها ممتزجة ما بين إيجابية وما بين سلبية فبننأخذ هذا بعين الاعتبار فالآن بدنا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج بالفترة القادمة فبتسمعوا برجكم وبتسمعوا طالعكم عشان تطلع التوقعات بشكل واضح وبشكل حقيقي أكثر برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بما أنه رح يكون موجود في البيت الرابع فإذا بتكون تنتبهوا من مواجهات محتملة مع أحد أفراد العائلة أو مشاكل عائلية ممكن تكون مع أب أو مع أخ حاولوا تفاهم أراهم بشكل موضوعي ومنطقي ممكن تكون مندفع بشكل واضح للدفاع عن عائلتك والوقوف في وجه أي شخص بحاول المساس بهذه العائلة أو ممكن تتميل في هذه الفترة لعطاء الأوامر والميل للقوانين والعلاقات العائلية اللي ما بتقبل النقاش حاول أحيانا إرضاء الطرف الآخر اللي ممكن يشعرك بالقبول أو الرغبة لأنه في بعض الأوقات ممكن هذا الشيء يثير غضبك في هذه الفترة ما فيه نوع من أنواع التدخل والفضول والاستهانة بأحد أفراد العائلة على الرغم من بعض الخلافات اللي بتنشأ فجأة ضبط العصاب مطلوب على مستوى الأمور البيتية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا دخول المريخ للبيت الثالث هو رح يعزز مسائل لها علاقها بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة والحوارات والنقاشات ولكن عليك الحذر من وجود المريخ أيضا في البيت الثالث من الاستدام مع الإخوة والأخوات ومن الانفعال في الاتصال والتواصل واحذر خلال التنقلات القريبة أثناء تنقلك بالسيارة أو أثناء القيادة من السرعة وعلى الطلاب بالمرحلة اللي هي المرحلة المدرسية ما قبل الجامعة التركيز أثناء الدراسة والصبر ممكن تسعى لنوع من العلاقات القائمة على القوة وتكتل مع أحد إخوتك ضد خطر خارجي أو مجهول بالنسبة لك ممكن تحاول إثبات قدراتك التعليمية والتواصلية بطريقة انفعالية ومتوترة أحيانا يعني بتكون عصبي ومندفع وهذا الشيء ممكن يخلي الأشخاص تفهمك بطريقة خاطئة أكثر ما بيثير غضبك في هذه الفترة النسيان وعدم الاهتمام بالتعامل معك بنوع من الاستهتار ممكن تنجذب في هذه الفترة الأشخاص اللي بعيدوا لك الثقة بالنفس وبذكروك بالماضي السعيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هو رح يتواجد في بيت مالك إذن فيه فرص مالية ولكن برضو بتزيد المصاريف عليك بشكل عام بتجعل نفقاتك كبيرة احذر من الإسراف والتبدير اللي ما إلو معنى وحاول عدم الدخول في أي معاملات مالية خلال الفترة القادمة بيكون عندك نوع من أنواع الغضب أو الثورة الداخلية اللي ممكن تعجز أحيانا عن السيطرة عليها ممكن تملك قدرة على التحكم ما تملك القدرة على التحكم بكلماتك وقوتها على التأثير على الآخرين وممكن تكون شغوف بالتعلم أو تعلم كل ما هو جديد احذر قليلا من الغرور الخفي أكثر ما بزعجك في هاي الفترة للأشخاص المدعين وأيضا فرض الرأي وبتنجذب لكل ما هو فكري وبيترك أثره على طبيعة تفكيرك بشكل واضح أيضا الأشخاص اللي بتعاملوا بالمسائل المالية لا تتهوروا بالمغامرات المالية لأنه ممكن يسبب لك خسارات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا وجود المريخة عندك بيعطيك طاقة عالية بيجعلك في بعض الأوقات متسرع ونزق وما بتطيق أي شيء بتكون متوتر وسريع الغضب ولكن رغم كل هذا الكلام تهدأ بسرعة وبتنسى عليك ضبط نفسك أكثر وحاول أنك اتميل للغدوء أكثر تسيطر على انفعالاتك بمنحك المريخ الحيوية والطاقة اللازمة لتنفيذ كثير من الأمور المستعصية ممكن تميل للحب الخفي أو التكتم أو تنجذب في هاي الفترة لعلاقات ذات معايير ومقاييس خاصة جدا مع الجنس الآخر أكثر شيء بيزعجك في هاي الفترة التصنع في العلاقات والنفاق والاستهانة بقدراتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا وجود المريخ في بيت متاعبك يعني هناك أشخاص بيحاولوا أنهم يكيدوا لك في الفترة القادمة أو بيتناولوا سمعتك في الخفاء حاول أنك ما تثق كثير بالأشخاص اللي ما بتعرفهم في هاي الفترة بتسيطر عليك فترة من الحزن والسوداوية بتكون سريع الغضب والاستفزاز أكثر شيء بيزعجك في الفترة القادمة وبيثير غضبك هو الكذب والجحود والأنانية والضبابية في العلاقات وأيضا النفاق المريخ صحيح أنه بعطيك طاقة إيجابية في كثير من الأمور ولكن احذر من خسارة الأصدقاء بسبب الإنفعالات المبالغ فيها ممكن تنجذب في الفترة القادمة لها الطبقة المثقفة أو تحس برغبة في التواصل معهم وبرضو لا سيما مع الجنس الآخر وبتميل لك كل شيء يتعلق بالأسرار والتاريخ والخبايا المدفونة أو الغير مدفونة كأسرار تبحث عنها وتكتشفها برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا تنجذبوا يا موليد برج العذراء للأشخاص الغامضين والمختلفين اللي بيجدوا اللعب بالكلمات بشكل مبتكر ولطيف لأنه طبعا بيت الأصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية فطبعا المريخ رح يطغى على هاي الصفات وبتكون نظرتك للأشياء واضحة وتحت تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية بدك تحذر من التسرع والنسيان وما تكون متعجل في الوصول لغاياتك انتبه لطريق التعاملك مع الأصدقاء وما تحاول فرض آراءك عليهم بالقوة لأنه ممكن تخسر بعض المقربين نتيجة ذلك حاول أنك تكون أكثر دبلوماسية في التعامل معهم أكثر ما بيثير غضبك في الفترة القادمة الأمور السطحية والتعاملات مع الأشخاص الأغبياء الروتين القاتل والرغبة الآخرين في فرض آراءهم عليك أيضا هذا بيثير تحفظاتك وعصبيتك المسألة الأخيرة حاول أن تخلي كلامك واضح وما تفرض سلطتك على محيطك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هو أنا بتسود علاقات انفعالية ومتوترة في محيط العمل لا سيما مع المسؤولين عنك حاول أنك ما تدخل في جدال أو حوار وانت عارف أنه ما في أي طائل من وراءه أكثر شيء بيثير غضبك في الفترة القادمة هو الكذب والتكبر والانتهازية التافعة من قبل الآخرين والسطحية أيضا على الرغم من تأثير المريخ السلبي عموما ولكنك بتظل شخص تمسك بزمام الأمور بعيد عن الغضب والتوتر ابتزداد رغبتك في تحقيق النجاح والشهرة ولكن سيطر على انفعالك في مواقف ما فإنك لأنه ممكن تكون قاسي زيادة عن اللزوم وغاضب بطريقة شديدة لسيما عندما لا تقدر أو لا تقدر جهودك بالطريقة الصحيحة أو ممكن يستغلها الآخرون على حسابك بيمدك المريخ بالطاقة والرغبة والانجذاب نحو أشخاص ذوي السلطة والنفوذ وأصحاب المناصب المرموقة أو من أصحاب الثقافة المتميزة بشكل عام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا وجود المريخ في بيت السفر والدراسات العليا والبيت التاسع لا إليك فيجعل الأمر شوي في بعض الصعوبة بدك تركز بشكل جيد عشان تفهم قدراتك وين وتستغلها والأمور اللي بدك تتجنبها عليك الحذر أثناء التعامل مع الغرباء حاول ما تعطي ثقة لأي غريب عنك حاول تكون بالسيف سايد زي ما بيحكوها بمنطقة الأمان أو الدخول لأي أماكن مجهولة بالنسبة لأي لك لا تجازف بأنك تتعرف على أشياء وأنت ما بتعرف عنها ممكن يحاول البعض خداعك لا تبالغ في آراءك الدينية أو المتعلقة بالأمور الغامضة أو الغيبية أكثر شيء بيثير إنزعاجك في هاي الفترة كثرة العتاب واللوم والجدية المبالغ فيها ممكن تلقي الأوامر أو تلقي الأوامر من قبل الآخرين برضو رح يزعجك حاول إنك ما تتباهى كثير بثقافتك لأنه هذا الشيء بيجعل الآخرين يحسوا بأنك شخص متعالي عليهم بتكون هاي الفترة ميل للعلاقات أو لعلاقات مختلفة مع الجنس الآخر وبتبحث عن تجارب جديدة انتبه لعواطفك بشكل جيد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا فترة غير مناسبة أبدا للدخول في معاملات تتعلق بحصر إرث أو نقل ملكية لأنه الطابع العصبي والحدية وبرضو النحس الأصغر بسيطر يعني رح يعركس عليك كثير من هذه الأمور ممكن ينشب خلاف حول تركة أو تعويضات مالية حاول تأجيل هاي المعاملات خلال هاي الفترة الحديث ما ينتقل المريخ من البيت الثامن عندك القدرة صحيح في هاي الفترة على الإقناع والجذب بطريقة كبيرة جدا ولكن العصبية برضو بتكون واضحة أكثر شيء بيثير غضبك في الفترة القادمة التدخل في شؤونك الخاصة والجحود والنكران والاستغلال والانتهازية الخفية ولا تفكر كثير بالخسارة لأنك إنسان مغهمر بتنجذب للأشخاص اللي بيفهموا مشاعرك ووضوحك وصدقك في التعبير عن نفسك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا وجود المريخ في بيت الشراكة اللي هي المالية والعاطفية والزوجية أيضا بيعني إنه عليك الحذر في علاقاتك اللي بتتعلق في الأمور اللي ذكرناها والابتعاد عن الانفعال في هاي المجالات اللي هي الشراكة المالية والعاطفية وما بين الأزواج حاول التخفيف من اندفاعك العاطفي لأنه ممكن يعود عليك بسوء الفهم مع الشراكاء بتكون شديد الرغبة في التقرب من الجنس الآخر بتمتلك خيال خصب في هاي الفترة أكثر شيء بيزعجك الفوضوية وسوء الفهم انتبه لطبيعة علاقاتك في الفترة القادمة وحاول إنك ما تظهر غطبك لأنه ممكن يكون غير محتمل على الإطلاق حاول برضو إنك تكون مرن أثناء التعامل مع الجنس الآخر أو مع شريك الحياة لأنه العصبية يعني رح تكون مدمرة بالفترة القادمة فممكن تنتهي علاقات زوجية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدك تكون حذر يا موليد برج الدلو من أمرين أول شيء الأمر العملي والأمر الصحي الأول العملي لأنه علاقتك بزملائك بالعمل بتكون شوي فيها نوع من أنواع الجذب والشد والرخي فيك قليل من الأوقات حاول إنك ما تدخل في مواجهات حادة رأيك غير مقبول منهم في هاي الفترة بتلاقي كثير أشخاص بعرضوك عليك الانتباه لصحتك والابتعاد عن العمل الثقيل أو المجهود براعتك في العمل ودقتك واهتمامك بالتفاصيل اللي بيجعلك تغضب سريعا من الفشل أو الخلل في الاتكالية أو التدخل الآخرين في خصوصياتك بتبتعد في الفترة القادمة عن أي علاقة غير محددة وبتكره العلاقات الغير واضحة هذا الشيء ممكن يعني يظهر غضبك أو انفعالك أو ممكن تكون كلماتك جارحة جدا وشديدة الوقع والتأثير على الآخرين حاول انك تحذر من المبالغة أهم شيء انك تنتبه لصحتك وخصوصا إصابات الظهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هو موجود في البيت الخامس لا إلك يعطيك الحب والاندفاع للعاطفة والأحبة والتقارب ولكن بتنقصك الدبلوماسية في الفترة القادمة ولسيما مع الشريك العاطفي أو مع الأحبة لأنك بتكون انفعالي ومندفع وممكن تتفسر الأمور بشكل خاطئ حاول انك ما تبالغ في ملاذاتك إلا الشخصية وعليك الهدوء قليلا وما تدخل في أي معاملات مالية يعني ما تعتمد كثير على الحظ لأنه النتيجة ممكن تكون غير مرضية بالنسبة لك بتكون سريع الغضب والاستفزاز قليل الصبر ولكن ممكن تندفع لتحقيق أي شيء بتريده بقوة ودون لقوف عند دراسة الموضوع أو أنك تفكر في الموضوع أو تنظر نظرة للوراء شو ممكن يصير ممكن تتخذ قرارات حاسمة وتتمركز حول شخصيتك وذاتك اللي بتحاول إثباتها بقوة وإنفعال أحيانا بتكون شغوف لرؤية الأشياء وبتحب كل شيء جديد أكثر شيء بيزعجك في الفترة القادمة قلة الاهتمام وإلقاء اللوم عليك والاستهانة بتضحياتك وأحلامك بتنجذب للأشخاص المثيرين للخيال والدهشة وأيضا اللي بيكونوا مميزين بحضورهم أهم شيء أنك ما تحاول تفرض سيطرتك على أحبائك وكون مرن هيك من كون انتهينا من حلقتنا من الأخبار الفلكية لكوكب المريخ والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء